دينا نتيب حضرتكم دلوقتي مع موجز لأهم وآخر الأباء مع دينا تفضل يتينا شكرا لك بسانت التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يتواصل تسير الجسر الجوي الذي تقوم به الدولة لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن ووضعت الدولة خطة متكاملة لاستقبل رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول وخاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مع ضرورة الالتزام بنفس المستوى الذي تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج استشدى ثلاثة فلسطينيين وأصيب 25 أخرون بينهم سبعة بجروح خطيرة جراء عضوان قوات الاحتلال الإسرائيلية المتواصل على مدينة جينين ومخيمها وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جينين وعلى أطرافه وفي أعقاب عملية القصفة اقفحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جينين ومخيمها من عدة محاول ومن جانبها أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الأمن والاستقرار لن يتحقق في المنطقة ما لم يشعر بها الشعب الفلسطيني وقال النطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيلة بوردينة إن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جينين ومخيمها جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل على الجيش السوداني تمشيط وتنظيف معاق القوات الدعم السريع في منطقة أم دورمان شمال غرب العاصمة الخرطوم بعد أن شهدت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين الجيش والدعم السريع وفي غضون ذلك أفادت منظمات العمل الإنساني بأن ولاية النيل الأبيض جنوب الخرطوم تستقبل أعدادا متزايدة من النازحين محزرة من خطورة الوضع في ظل الاشتباه بحالة إصابة بالحصبة وسوء التغذية لدى الأطفال أعلنت السلطات الفرنسية عن فرض حظر التجوال الليلي في عشر بلديات شمالي البلاد في إطار مساعيها لوقف أعمال العنف المستمرة منذ عدة أيام يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس الفرنسي إمانوير ماكرو تعليماته للبدء بعمل متأنن وطويل الأمد لفهم ما حدث في فرنسا وكلف ماكرو خلال اجتماع طارئ مع أعضاء الحكومة الفرنسية كلف وزيري الداخلية والعدل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من الاضطرابات التي تشهدها البلاد مشيرا إلى أن الحكومة ستكون إلى جانب الشرطة وعنصر الدرك لفعل ما هو ضروري لاستعادة النظام أعلنت أوكرانيا أن قواتها تخوض معارك ضارية ضد قوات روسية التي تمكنت من التقدم في أربع مناطق على خط الجبهة شرق البلاد وأوضحت نائبة وزير الدفاع أن معارك ضارية تدور في كل مكان وأن الوضع معقد في عدة جبهات مشيرة في الوقت نفسي إلى أن القوات الأوكرانية تتقدم من جهتها في منطقة واحدة شرق البلاد ومنطقتين في جنوبها قالت رئيسة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أماندا بريتشارد إن المرضى يدفعون ثمن الفشل في وقف الإضرابات في الخدمة الصحية وأضافت أن الإضراب يتسبب في إضراب كبير وسيزداد سوءا في وقت لاحق من هذا الشهر ووجهت الخدمة الصحية الإضراب طوال هذا العام وشارك به الأطباء والممرضات وعمال الأسعاف للمطالبة بزيادة الأجور بسبب الضخم في بريطانيا ورياضيا حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي وفيوتشر التي جمعت بينهما في إطار مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري ممتاز وبهذا التعادل يحتل الأهلي صدار الترتيب الدوري برصيدة 69 نقطة حصل عليها بعد خوض 27 مباراة بينما يتواجد فيوتشر في المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة ولديه 58 نقطة جمعهما بعد خوض 32 مواجهة ختام الموجز التاسعة فاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا فاصل شكرا للمشاهدة